السلام عليكم ازيك يا شباب عاملين ايه معكم زميلكم كارب محمود من team our course ان شاء الله هنشرح مع بعض المحاضرة الرابعة من الكلين الكالباسولوجي ان شاء الله تكون بسيطة من شابتر الهيمياتولوجي احنا لدينا محاضراتين في شابتر الهيمياتولوجي اول محاضرة اللي بتكلم عن وتاني محاضرة اللي هي المحاضرة الخامسة يعني ان شاء الله بتاعت بكرة بتتكلم عن الانواع الانمية وكذا المحاضرة زي ما قلتلك بسيطة تخلصوا كل المعلومات اللي فيها احنا عارفينها جميل فمجرد بس ان انت بتسمع الفيديو خلاص وزي ما الشباب قالوا ان الكلين كالباسوليش بإذن الله بنك بس احنا من اول ايه نيتيو احنا خلاص عرفنا ان كلمة بنك معناه ان لازم اكون مذاكرة على الالت سامع محاضرات على الالت تمام عشان ايه اه يعني اخر مديول بقى عزيم نعوض فيه تمام اه اول معلومة بيقولها لي ان البون مرو ده ده المصنع بتاع الحياة والله هو المفروض اللي بتصنع فيه جميع خلايا الدم سواء ربسيز وي بي سيز بلتلت الكلام ده كله بتصنع فين في البون مرو عشان كده اطلقنا عليه الفاكتور اوف لايف طب ايه هو البون مرو البون مرو ده لو رسمت العظم كده سريعا ده موجود فين موجود في الترابيكلي بتاعت الايه البون يعني تمام موجود في الترابيكلي وخلاص اللي هو الجزء ايه الجزء ده معلومات كده مش محتاجين يعني وخلاص احنا عارفين كده ايه هو البون مرو وعارفين شكل الحمد لله يعني نخش على اول حاجة الهيماتو بيوسيز كلمة هيماتو بيوسيز يعني هيماتو يعني دم بيوسيز يبقى يبقى تصنيع خلايا الدم طب تشمل ايه يعني تشمل رينيوول بروفريشان ديفرانشيشان ومتيوريشان يعني البون مرو ده ما بيقتصرش انه هو يديك خلايا كده وخلاص يقولك خد الخلاياه لا هو بيعمله بروفريشان يزود عددها يديني عدد خلايا كبير يعني مثلا حوالي خمسة مليون ايه تاني يعمل لديفرانشيشان مثلا لليبيسيز يعني احنا عارفين ان في ايزينوفيل وفي بيزوفيل ونتروفيل وهكذا يعمل لها متيوريشان يعني مثلا خلايا زي البلازما سيل يعمل لها متيوريشان عشان تطلح تديني انتباضز على طول وهكذا تمام يبقى الهيماتو بيوسيز عبارة عن براتسل بروداكشن محبرة عن ايه؟ ثلاث اسم تسبك من الكلمات اللي تقوم بتاعت بي طب ايه هي الاماكن والستاج بتاع اللي بيحصل فيها الهيماتو بيوسيز طب ايه بيحصل الهيماتو بيوسيز وانا لسه فيتس طب مين الارغان المسؤول عن الهيماتو بيوسيز انا لو اسألتك دلوقتي الارغان هتقولي البرمارو بتاعي مظبوط في الادلت فيز المسؤول عن او مش الادلت بعد الولادة على طول هو المسؤول عن.isches هو البون مارو. جميل اما لسه اللي بيكون اليكساك. الايه اليكساك. يبقى بيكون البون مارو. اللي موجود بقى في السيستم بتاعي. اما هو تمام؟ جميل. هو طبعا في اه حاجات تانية بتشارك البون مارو او بتشارك اليكساك متى ده زي حاجة زي الليفر والليسبرين ويكلام بس احنا بقول أجزيا البون المارو الموفرودرفلي إذا كان那个 المفروض HIV هو ال�רتزيس البرتبرة عن النيتس البرتبرة نحضر البرتبرة ايه ثاني السلطان بعد كده الريبس طب ده كله اجزي البون يا شاب صح اللين في نوت الريبس معلش يبقى احنا اول حاجة قلنا الفيرتبرا تاني حاجة الستيرنام بعد كده قلنا الريبس وبعد كده الهيدو في الفيمر جميل وبرضه ممكن نقولي على الفكرة الهيدو في الهيمر اعتقد احاجة زي كده يبقى تاني الاماكن اللي ممكن اصحب منها عينة البون مارو ديت الاجزي البون احفظهم كده احفظهم اللي موجود كلمة اجزي اجزي البون يعني اللي هما الفيرتبرا والاستيرنام والريبس والفيمر وخصوصا الهيدو في الفيمر مش الفيمر كلها يعني طبعا اي احنا منفضل ان احنا نسحب من مين الفيرتبرا الفيمر صعبة شوية لان نسحب من الهيدو في الفيمر برضو البلفيس يعني اكتر مكان شفت على اليوتيوب صحب عينة يعني البون مارو ده كانت من البلفيس انما الهيدو في الفيمر بصعبة لان انا بفتح في الكابسول الاستيرنم بتبقى برضو صعب لان اوصل للاورطة الفرتبرا ممكن اعمل له شلل ولا حاجة فاكتر حاجة شفتها كانتلي ايه من البلوث ده جميل هو زي ما قلت لك هو الاكزيالبون اهو ده الاكتف ريد ببقى موجود في الاكزيالبون لما الشخص بيكبر بيتركز البون مار والاكتف في الاكزيالبون تماما هو البلفس والهدو في الفيمر والهدو في الفيمر اس فعلا والايه والستيرنم والفرتبرا والريبس ومين والسكال جميل جميل كلام لحد دلوقتي كلام عام اصلا ملوش اي تلاتين لازم برضو احنا مش محتاجين حاجة من الصفحة دي احنا اعتقد ان احنا عدت علينا قبل كده المفروض ان الاستمسل اللي موجودة يعني لو رسلنا تاني عظمة كده سريعة ده البونمر هو المفروض ان انا عاوز اكون من اه من البونمرو ده musimy وعاوز اكون و اكونAYBU поэтому صاح و عاوز اكون لينفوسيد الخلال دي كلها محتاج محتاجة يلمسل مين الخلال الاستيمسل اللي بتكون اللي الخلاي دي كلها خليتين يبقى هاتكلنتا عن الاستيمسل اللي بتكون القليد كلها اولا الخلال الاستمسل اللي هي الاسية ديت اسمها 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 ايه البلوري البلوري بوتانت جميل طيب فيه وعين من السمسل اللي هي السمره ده فيه نوعين خلايا اسمها الاف ضع وخلايا تانية اسمها ميلو سايد تاني يبقى فى واحد اسمها مالو سايد وخلايا اسمها الاف ضع اللافع اكيد هتكون ليه المكتب تقول ليه بقى الخلايا الافضع اللي البلاأم ابسل لو لازمة الاف ضع الميلو سايد ده هي ي stratabil الافز و الافز تمام يبكون السمسل اسمها بلوري بوتان اسش نجيب له انطقال معلش. استمثل اسمها ال استمثل اللي هي ال R波 طين ديها في منها نوعين في منها المvenidos بتديني مين بتديني اللينفوسائد وخلايا تانية اسمها الميلاق الو ميلوSD أو الميلو بلاست و اللي هتديني مين هتديني وال BLCS والي بيسي سوال بلتلت جميل جميل برضو معلومة تانية اعرافة ان اه ايه فين راحات فين ان الخلايا اللي بتكون farming ضيال البليتلت في الآخر انا اعرفين ان هي مين؟ تلي القؤوات السيس والان بالعديددة species من السيس، د이 السيس والبليتلت انا وفي مرحلة مراحل انقسام السيس以及 ساكلة في الONA الحالة اسمها الميجالست الميجا بليتلت ت Soup وهو لن تمورًا أنه نوع من الخالية بليتلت هي U.S جающAAD لت أولي ترىrato بليتلت ايه ترى استث targets ويبيسيز، طب الويبيسيز دهيت في منها جرانيولوسايت ويزينوفيل عندو مش عالفت مين خلينا بس ايه الجرانيولوسايت اللي هي ايه الخلافة جرانيولي يعني زي مين يعني اللي هي اعتبقى المونوسايت والنيتروفيل المونوسايت والنيتروفيل جميل؟ اما الهزينوفيل والبيزوفيل برو جينيريتور الحيتة دي دكتور اصلا مع عدتها فاسبك منها انا قد بقى لغبة بعض والحوارات دي فاسبك منها احنا اهم حاجة للحيتة اللي اتكلمت فيها ان الخلاة اللي بتديني البلت اسمها ميجا كيريوسايت ودي اعتقد قصة هنقولها قدام لما لاهاش لازمة برضو تمام؟ عاوزت تعدي الديجرام ده؟ عادي ما فيش اي مشكلة خالص جميل بص بقى عندنا الكم ايه؟ الكم برامتر دولت هو للاسف مهمين تمام؟ يعني ايه؟ للاسف للاسف مهمين لان في الكيز اللي هنشوفها كمان شوية لو انت مش عارف ان الاربسيس كو انت مثلا بيتروح من اربعة لخمسة مليون يعني مش هقولك مثلا ايه؟ ده ميل ولا في ميل؟ لا اعرف ان هو اقل حاجة اربعة وخلاص تمام؟ احنا نسمح اللي هو بحد اربعة سواء ميل او في ميل لحد اربعة حلم تقول لي بقى ده لو ميل يبقى لازم يكون اكتر من اربعة ونص الستة والكلام ده اربعة حلم ما فيش مشكلة خالص اللي مجلوبين لو في ميل معك لحد اتناشر اتناشر لخمستاشر ارقام دي على فكرة يا شباب بتختلف يعني لو جينا في المحاضرة الاولى مختلفة لو انت فتحت جوجل وجبت سي بي سي نورمال رينجو كده برضو مختلف على فكرة بس هو الطبيعي المفروض ان هيها تكون ايه؟ اه من تلتاشر فعلا يعني الميل اعتقد من تلتاشر الاربعتاشر الفيميل الاقل لواحد يبقى المفروض اتناشر مسلا يعني الارقام عماتها بتختلف بس انت احفظ ايه؟ يعني تبقى عارف ان هي تلتاشر اتناشر اه علشان لما تشوف حاجة في التحليل والكلام ده ومش كتبلك النورمال رينج تبقى عارف ان هو ايه؟ لأ الشخص ده تسعة مسلا لا تسعة قليل خالص هو عشرين لا يبقى عالي هو rawdę بتفاهم؟ انم ايه مش واحد خمستاشر وتقول لي لأد عالي لا لا احنا لسه في المعقول سواء ميل او في ميل اتفاهم انا بتكلم في ايه؟ اللو يعني حاول تسبب ranked بسيط بالنسبة لك ١٫ ميل او في ميل عماتا آآ هيماتو كريت الهيماتو Dios اللي هو الهيماتو كريت يا شباب اللو ده برضو ايه برده حاولت تسبب له رقم استنى هوت سوائنا حاولت تسبب له رقم اللو هو خمسة ثلاثين ده سواء ميل او في ميل لو سبت سبت ارقام تمام انا يعني لان في الكاز اللي هتجي لك هيبقى مثلا ايه اه مش هيجي يقول لك خمسة وتلاثين فاتت تقول ايه طب انا حافظ بقى خمسة وتلاثين ده لو في ميل ولا ميل انا اصلا مش حافظها ميل ولا في ميل تفهم لا انا مش هعمل كده بتيلاقش لان ايه الرقم هيكون قولي الخالص او عالي خالص فانت تعرف ان شاء الله تكون وصلت ايه النصيحة يعني تمام فلالاسف الجزء ده حافظ ممهم كميل كميل واعتقد دي الارقام يعني اللي دكتورة قالت انا ناوية ان انا احدد لكم الارقام وكده فدي الارقام ده غير طبعا الانزيمات والحاجات اللي موجودة في المحاضرة التانية فدي لسه ما نعرفش هعمله في ايه اللي هو الجلوكوز كميته قد ايه وكمية الالبيومين والحاجات اللي هي الغريبة دي فان شاء الله خير يعني ان شاء الله خير production of iris recites and iris rebuses احنا مفروض ان احنا ايه التحدث اتكلمنا فوق من شوية كان عندنا حاجة اسمها البروري بوتم في منها نوعين فمنها اليمفويد اليمفويد برجينيريتور وفي منها مي لوي برجينيريتور برضه والكلام ده صح انا قلت لك البي سيز وي بي سيز وي بي سيز وابلويتلت صح الاربي سيز عشان تديني احصل على الاربي سيز كده في الاخر لازم امشي تسلسل ده كل يعني امشي الاول بايه همات وصايت وصايتو بلاست الحقيقة دي ماوصل في الاخر اللي هي بقى اي الشكل الطبيعي بتاع الاربوتيز اللي هي بتكون بايكون وما فيهش نيوكلياس وبتكون مش عارفة كزا وكزا وكزا والتفاصيل دي كلها تمام؟ احنا مش عاوزين بقى نحفظ الاسامي الخلايا دي اصلا اللي احنا عاوزين نعرفه ان فيه خلايا اسمها النورمو بلاست النورمو بلاست دايت في الطبيعي ما بتبقاش موجودة في الدم طب بالقلاف الدم امتى لما لاقي ان البول مرو هيبر اكتف البول مرو شغل بزيادة وبالتالي هيقعد يخرج لإيه يعني مش هيل حق يحول للإيريستروسيتي لإيه مش هيحق يحول للنورمو بلاست للإيريستروسيتي وبالتالي طالما هو شغل بسرعة كده عملي ايه يعني شغل بعشوائية من الاخر تمام فألاقي النورمو بلاست دي موجودة في Egg في الدم سواء اسمها نورمو سايت او نورمو بلاست مش هتفرق برضو كمان الإيري تايت عبارة عن 결과. ما فيهاشicamente. انما لو ف الامتحان قاللي. الارب På اللي فيها اللي ممكن تقلقه في الدم. اللي هي هذه.ceed. اخرج من bunu بأنه ايه؟ اننا الشكل النهائي الأربي jumped on da, ما فيش مشكلة خلاصه. برضو في حاجة اسمها النور موسايت. النورول ده عبارة عن ما هو فو ممكن تتداول ممكن وتتعد القول ما زاله في الدم. بس هلوى كده. النور موسايت او النور موباست ده عبارة عن على ما ممكن تتبه في الدم لما يكون البون مارو هيبرأكد. ده ماذا تأتكلم؟ نعم! ماذا تلت؟ نحن أناس وتلت باجاً أنه يكون ي戮م المع conclusions شكراً بجمع بطمine ياAMA ما بيعتشك أنها يتكلم سين providers ثم ابن يتكلم هو برضه يشكل تلت الخليف问 مش هيزيد عن النورمال تمام الهيموجلوبية مش هيزيد عن النورمال يا اما يكون نورمال يا اما اقل من النورمال عشان كده في حاجة اسمها نورموسيت نورمو كروميك او هيبو كروميك ما يقابلناش حاجة اسمها هيبر كروميك ان شاء الله يعني ايه تتوضح اكتر في المحاضرة بتاعت بكرة جميل اللايفزبان بتاعت الاربيسيز طبعا كام مئة وعشرين يوم دلي محتاجين نخش دلوقتي عن الليكو بيوسيز اللي هو الوايت بلات سيل برو دكشن او الوايت بلات سيل سينسز يعني كمام تمام الوايت بلات سيل احنا عارفين منها ايه الوايت بلات سيل اللي هي العادية اللي هي النيتروفيل والبيزوفيل والزينوفيل ودي اللي هتتكون من عملية اسمها الميلو بيوسيز الميلو بيوسيز اللي هي هتكون لي بقى مين النيتروفيل والزينوفيل والبيزوفيل والمونوسيت صح اما اللينفوسيت اللي هتكون لي او اللينفو بيوسيز دايت اللي هتكون اللينفوسيت كمام بيقول ان الليكوسيت بتكون colorless لان اصلا البيت الكالر للربيسي هو المجلوبين اللي جواها تمام تمام يبقى السلايد دي من الاخر ايه ان الليكو سايد كالرلس بس ده اللي احنا عاوزين الوايت بلاد سيل عبارة عن ايه لسه ايه لنا ان هم مين اللي هو الازينوفيل والبيزوفيل والنيتروفيل والمونوسايد والليمفو سايد اللي بتتقننتك من عملية اللينفو بيوسيس اه بديني مسلا ايه شوية معلو برضو برضو كده مهمش هي ثلاثين لازمة بقولي ان الوايت بلات سيل هافا منتال رول ان اه دفنس اجنست انفيدنج مايكو مايكرو ارجانيزم والنيوبلاستيك سيل والانفلامياتري راكشن ايه هي يا شباب وظيفة الواي بيسيز ها يالله واحدة يقولي ده خلال مناعة تاعة الانفكشن اقوله صح دي خلايا لو فيه مسلا اي انفلاميشن اصلا هي الخلال مسؤولة عن انفلاميشن اقوله صح خلايا تقولي لو مسلا فيها خلايا سرطانية او خلايا غريبة عن الجسم هتروح تهاجمها صح يبقى برضو مش موضع سؤال يعني الواي بيسيز هي مسؤولة عن انفلاميشن ومسؤولة عن لو فيه اي انفكشن لو مسؤولة عن فيه كنسر او اي حاجة تروح تهاجم تمام اه الواي بيسيز بيجي منين بيجي من الاستمسل اللي هاسمها بوليوريبوتن تستمسل اه وخصوصا الميلوسايت او الايه اللينفوسايت لينفوسايت هتديني لينفوسايت او اللينفو بلاست يعني هتديني لينفوسايت او ميلويد سيل اللي هتديني ايه النيتروفيل والزينفيل والبيزوفيل والكلام ده كله جميل اه جميل تمام برضو الارقام دي مش مهمة فيش غير الرقم ده بس ان الادلت اه 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 التوتال كونتو ف الاربوسيز في الادلت من اربعة الى احداشر الف شابائي من اربعة الى احداشر الف من اربعة الى احداشر الف تمام انما ايه اه 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 عشر most 9 دي ليني بيقوللك لكل لتر 4-11-10-9 لكل لتر إنما 4-10-14-11-1000 لكل ديسي لتر تاني تاني معلش معلش إحنا عندنا عدد الأربسيز من 4-11-1000 لكل ديسي لتر ده الرقم اللي أنا كنت عارفه قبل المحاضرة إنما لقيت في المحاضرة إن الدكتورة بتقول 4-11-10-9 لكل لتر من الآخر يعني لكل لتر يبقى 10-9 لكل ديسي لتر اللي إحنا أصلا متعودين عليه و اللي هنشوفه أصلا في السي بي سي قدامنا هو 10-13 داية برضو بقول لي هنا إيه تعلم الدليل دي إن زيادة الأربسيز اسمها ليكوسايتوزز نقص الأربسيز اسمها أنا أسوري نقص زيادة الواي بي سيز اسمها ليكوسايتوزز نقصها اسمها ليكوبينيا كلمة بني يعني نقص تمام طب إيه بقى الأسباب اللي تزاود لي ليكوسايتوزز عيب لما قولك إيه الحاجات اللي تزاود للواي بي سيز تفتح كده تمسك السي بي سي وتشوف إن الواي بي سيز عالية أي انفكشن أي حاجة من الآخر تستفز جهاز المناعة جميل يعني برضو الدكتورة عادت اللي سلايد دي عاوز تقراء الكلام ده كله عادي لو أنت أصلا جيت تجمحهم هتلقوا معبارة عن إيه عبارة عن انفكشن عبارة عن انفلاميش الحاجات اللي هنقولنها فوق عبارة عن دراج عبارة عن إيه تاني لو جنام يبقى عبارة عن انفكشن عبارة عن انفلاميشن عبارة عن دراج حاجة زي اللي سموكينج ايه? ليوكيميا. يبقى تاني. انفكشن وانفلاميشن ودراج وسموكينج وكمسر اللي هو ليوكيميا. تمام? الالرجي. الالرجي برضو. جميل? لو انت جمحت الكم سبب دولة هتلاقي شامل الامراض دي كلها. تمام? تمام. فعدي يعني نفس الكلام برضو الدكتورة عدت الجزء ده. ان الليكوبينيا. بس في حتة مهمة بقى. ان اللي بيحصل الليكوبينيا او الوي بي سي استقل في حالات مين? الاتش اي في. بس على فكرة بقى في انواع معينة من الوي بي سيز بتقل في حالات الوي بي سي الا الاتش اي في انواح تانية بتزيد. فمن الاخر ايه? عاوز تقرأ الجزء ده اقرأه. عاوز تعديه زي الدكتور ما عديته? عدي. لان هنتكلم على كل حقيقة. مثلا ايه? حاجة زي الاتش اي في. هو ملهوش دعوه بالنيتروفيل والحاجات دي كلها بقى سليمة على فكرة ما فيش اي مشكلة فيها. انما حاجة زي اللينفو سايت بتبقى مضروبة. تفاهم الفكرة ايه? فما مفعس. هو طبعا بيبقى فيه ليكوبينيا. لي? لان فيه. آآ لينفو سايت قليلا. فانا اعتبرت طالما اللينفو سايت قليلة يبقى انا قلت فيه ليكوبينيا. تفاهم الفكرة ايه? انما النتروفيل والحاجات دي لأ سليمة ما بفعش اي حاجة فيها. تمام? تمام? لا من الاخر. عاوز تقعد دي عاوز فى يعنا. يعني حاجة زي لك اي حدوط لك الكوبينيا. برضو في حاجات بتبقى عالية وفي حاجات قليلة. فمش كل خلايا الدم يعني البيضة بتبقى عالية وفي حاجات بتبقى قليلة. طبعا اكيد اتلغبطت من كلام اللي قلت. عملا يعني عدي الجزء ده برضو اللي 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 هو فيها. تعال نشوف الكيس دي مع بعض. بتاخد كيموسيرابي. بتاخد كيموسيرابي. جميل? انا عرف ان الكيموسيرابي ده من الحاجات اللي بتعمل من قبل ما كمل. بون مارو مركز بون معناها ان كل خلايا الدم اتضربت. طب والله انا شوف كده. كل خلايا الدم اتضربت. يعني سواءربيسيس سواء وايبيسيس سواء بلتلت هلاقها قليلة. طب الوايبيسيس انا لقتها من كم لكم? بيقول لي واحد من عشرة اااااااااا المهم ايه اهههه الرقم الصغير ده. اههه المفروض اصلا من كم? من اربعة لحضاشر? يبقى ده في الوايبيسيس قليلة. ادو الحاجة. نبص كده على البيلتلت. ده البيلتلت تسعة تسعة من عشرة او تسح تلاف. هو قال صلا البيلتلت المفروض اهل لحاجة ليها مية وخمسين الف. تفاهم? طيب ده هنا تسعة تلاف يبقى البيلتلت قليلة. ايه تاني الاربيسيز فين? الاربيسيز ايه? الاربيسيز بيقولك تلاتة من عشرة مش عارفت ايه برضو قليلة جدا. بالمايكرو. مفروض حقولي تكون في الفيميل دا مش قال لي من ارباح تلاف من ارباح مليون. لا يبقى قليلة جدا. ده بقولك تلاتة من عشرة. ما حصلتش اللي هو ما وصلتش حتى مليون. فقليلة جدا. فمن الاخر انا عندي ايه? ان الاربيسيز قليلة? ان البيلتلت قليلة. الست دي عندها ايه? بان سايتوبينيا. عندها ايه شباب بان سايتوبينيا. كل الخلايا قليلة. بسبب ايه? بسبب ان حصل بكون مرود بريشان. انا عرفت شخصت اصلا من قبل ما ابص على اه اه سي بي سي ولا حاجة. لان بقولك كيميو سيرابي. وانعرف ان الكيميو سيرابي بكون مرود على طول. جميل جميل. طب ايه هي بقى الواي بي سيز? الواي بي سيز المفروض انا عرف ان في منها ايه? في منها نيتروفيل. في منها آآ لينفوسايت. في منها منوسايت. في منها ازينوفيل. في منها بيزوفيل. تعال نحفظهم في الرسمة دي بشكل افضل. بقولك ايه? نيفر لت منكز ايد بنانا. تاني. احنا الوقت يعني ايه? عاوزين نحفظ آآ اسامي الخلايا الدم البيضة بالنسب بتاعتها. يبقى نحفظ اساميهم بالنسبة بتاعته. نيفر لت منكي ايت بنانا. تاني. نيفر لت منكي ايت او نيفر لت منكز ايت بنانا. نحاول نحفظ ايه? الجملة دي مع بعض. نيفر لت منكي ايت بنانا. تعال نترجمهم بقى لايه اللي خلايا. اللي هي النتروفيل. وبما ان النتروفيل يجب ان يستخدم اكبر اكبر نسبة ما يسير الميل ٦٠٠٦٣٠٥ طبعاً على فكرة النسب ذي مش ضكيقة خالص. ولو انت بسط في اللي اللي فوق دي على طول هتلاقي نسب تانية. بس الدكتور قالت ايه? انا مش هجب لكم النسب اللي هو يعني اللي هو لازم ان تكون النسبة لأ. تبقى عارف ان النتروفيل نسبتها بتستروح من ستين في حدود ستين في المية. بحيث لو لقيت اقل من كده تبقى عارف ان في نتروبينيا. لو في اعلى من كده يبقى نتروفيليا وهكزا. تفاهم الفكرة ايه? مش عاوزين ارقاب بالزبط. خالص. يبقى نتروفيل. اه اه اعلى حاجة اقل حاجة مين? البيزوفيل. بقى عارف ان اقل حاجة واحد في المية البيزوفيل. تمام? يبقى نتروفيل اه آه نيتروفيل لينفوسايت مونوسايت ا ظنوفيل بيزوفيل. اعلى حاجة او نحفظو ما ازاي ستين تلاتين ستة اتلا تلا تلا توا تمام? كده الحامدل الله حفظنا لأسامي بيترتبهم حسب ايه نسبة كل حاجة. الجرانيولوسايت الجرانيولوسايت اللي هي مين؟ عشان لو ودعنا اي étaientríكي في الامتحان وتقول ايه هي هما الجرانيولوسيت الجرانيولز اللي فيها تسبغت بالسبغل الاسيديك، تمام؟ تسبغت بالسبغل اسيديك البيزوفيل لي sporadol الجرانيول اللي فيها تسبغت بالسبغل البازيك الن Så Lam بعد rather لا يحتاجينها إحنا من احتاجين السؤال الالي هنا واللي لو جاهي ان شاء الله يعني الجرانيول وسيط اللي هم ميين؟ لو هم اللي هي ذينوفيل واله، اللي are bytherophane بس فيTw slide كلها جميل جدا دي مثلاً مين ده نتروفيل على فكرة نتروفيل ايه ليه عرفت منها النتروفيل لأن هقوللك كمان شوي ان هي بتتكون من من ثلاثة الخامسة سجمنت اده اول سجمنت والتانية والتالتة اللي قلتني النيوكلية يعني فيها ثلاثة نيوكلية تمام؟ ده النتروفيل النتروفيل هي بتتكون من ثلاثة سجمنت ايه ايه هي الفنكشن بتاعت بيقولي دلوقتي النتروفيل فنكشن نعم المفروض ان عارف النتروفيل اصلا بتعمله الليكوسيتوزيس صح؟ نتروفيل يعني خلايا بص بتتأكل البكتيريا بتتحول لبص صيل جميل؟ المورفولجيكال ابنرماليتس هتعالنا دلوقتي احنا نتكلم عن بتاعت النيتروفيل يعني ايه؟ المشاكل اللي ممكن تحصل فيها مشاكل حسب الشكل ومشاكل حسب العدد جميل؟ مشاكل حسب الشكل ومشاكل حسب العدد مشاكل حسب الشكل? يعني ايه حسب الشكل؟ يعني حسب الحسب اللي احنا قلنا فيهة? فيها من 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 تلاتة لخمسة سيجمنت صح? لتبقى كده من تلاتة لخمسة سيجمنت صحب problemas شكل يعني ايه ما لقىش اتنين بس فسميها طب لقيت فيها اكتر من خمسة ستة سبعة تمانية يبقى اسمها تانى يبقى عندنا مشكلتين اقل من من تلاتة والحيبر سجمانتيشن اكتر من خمسة الهايبو سجمانتيشن اللي هي اقل من ثلاثة هي فيها اتنين بس هوا يبدي اسمها بلجر هيت انومالي بلجر هيت انومالي يعني بقى احبازها لنقى طب الهايبر سجمانتيشن اللي فيها اكتر من خمسة جميل طب بالمرة اعوز اقولك على حاجة هنا هنقولها دلوقتي هيط بس اتعلن قلها هنا بص لشباب في حاجة اسمها لفت شفت وحاجة اسمها رايت شفت يعني لو الودكتورة قلت ايه آيه الليفت شفت او الرايت شفت ده ايه اصلا الرايت شفت وايه الليفت شفت تعال نشوفه الليفت شيفتة ده بيحصل مع الهايبو سجمانتيشن الرايت شفت بيحصل مع الهايبر فيمكتشن والله العظيم انا احاسي ان احناぶpöt ولا انت فاهم حاجة ولا انا حاسي ان انا قلت حاجة اصلا han صلى علي النامي. الاياة بدا السلاة بصالات والسلام النورمل لتروفيل ايه. جميل جداor مليانه سج منت Уعني مليانه انافسك اناميا. اولا ده كده ايه ده كلمين فين اهي اهي طب الهايبر سيجمينتيشن ده قلتلك بيحصل في حالة الميجالو بلاستيك اناميا. واحد يقول ليه ميجالو بلاستيك اناميا او ليه هايبر ليه ليه الحوار ده كله. كلمة الشباب ان هي حصل فيها يعني من الاخر الخلية ده هيت مش عارفها تنقسم. عمالة من الاخر ايه انا طبيعيا ان الخلية هيت بتضاعف المواد المواد اللي جواها علشان ايه تجهز نفسها للانقسام. طب الخلية دي عمالة اضاعف المواد اللي جواه وفي الاخر ما انقسمتش. فحصل هايبر سيجمينتيشن. جميل? ان شاء الله تكون اتفاهمت. يبقى هايبر سيجمينتيشن بيحصل في ميجالو بلاستيك اناميا اللي انا عارف اللي بيكون عندي نقص في المواد الخامل اللي بحتاجها البون مرو علشان يصنع سواء الفوليك اسد او الفيتامين بي اتناشر. جميل? ان شاء الله يكون جميل. يبقى تاني. اه شفت التورايت بيحصل اه في حالة طب يعنيه شفت التوليفت في حالة وهقولك اصلا يعنيه شفت التوليفت وشفت التورايت بس في الاخر. تمام? تبقى فاهم بس ان بيحصل في الميجالو بلاستيك انامي. اما ان الخلايا المفروض ايه? عدد من مفروض من تلاتة لخمسة. لأ عدد السيجمينت يبقى مسلا اتنين. اتنين سيجمينت بس. بقى اه مفيش اصلا سيجمينت وهكزا. تفاهم الفكرة دي اسمها شفت التوليفت. ده بيحصل في حالة ايه? بيحصل في حالة بقى الايه? الليوكيميا. طبعا هلالك ازاي برضو. هو لما لاقي ان ايه? ان الخلايا في الدم الخلايا بتاع الخلايا بتاعة الدم بقى فيها النوع ده من الخلايا. اللي هي الخلايا وخلايا لسه مثلا وكده. ده معناها ايه? معناها ان المصنع اللي هو البون مرو فيه كانسر. اللي هو فيه ايه? ليوكيميا. هنقولها كمان شوي. فيه ليوكيميا. معناها كلمة ليوكيميا. ابنورمل بروليفريشن اف وان اف البون مروسل. التعويزة دي. سنيني. صلى على النبي. على فده الصلاة والسلام. ليوكيميا ده عبارة عن سرطان الدم. اللي احنا هنشرحو كمان شوي. فهو عبارة عن ايه? عبارة عن ابنورمل بروليفریشن اف البو، الوايبزز. عبارة عن ايه? ابنورمل بروليفريشن اف الواي Premiere biez. الوايبزز دي اتعماليي حصل اى ابنورمل بروليفريشن بعدات كبيرة عدات كبيرة، فالبون مرو ايه? زهء منها. فيعمل ايه? يخرجها للدم. يخرج جزء منها للدم. عشان كده انا ايه لما روح للدم ولا خلايا المتورة. خلايا ايه? هيبو سجمينتد. فيها شغل اتنين. وممكن مالاش سجمينتد اصلا. ده بيحصل ده اسميه ليفت شفت. ليفت شفت. جميل جميل. يبقى ليفت شفت ده بيحصل مسلا في حالات الليوكيميا في حالات الاي تاني. في حالات السيفير يعني في حاجة اسمها دلوقتي في حاجة اسمها ليوكوي. عانا قلت بالله. بدا منعي. اقول الاسم غريب دلوقتي. يبقى ان شاء الله يعني يكون فهمنا. كلمة رايت شفت وليفت شفت. بإذن الله نكون فهمناها. طب ايه الاسباب اللي تعمل لي بنتروفيلية? الاسباب اللي تخلي بنتروفيل عددها كبير. عاوز تحفظ الرقم احفظه? عاوز تعدي عدية. تمام? الاسباب اللي تعمل لي بنتروفيلية. النيتروفيل الاقيها اكتر من ستين في المية وخلاص. تمام? انا عرف ان ايه مفروض ستين في المية? الاسباب اي حاجة مش عارفين لها سبب نقولي يا ام هريديتري يا ام ايديوباسيك كلام لها بلد كله. وفي الاخر بنقعد برضو نجيب اسباب تانية. طب ما كان من الاول نقول مش عارفين اسبابه خلاص. ليه يعني? اول سبب للنيتروفيليا والحمد لله عارفين ان البكتيريا معها نيتروفيليا على طول. على طول. يبقى تاني. والستيرويد. وحتي دي مهمة جدا 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 جدا. طبيعي واحد هيقولي. مفروض معها ان ايه? ان هي بتضرب لي مناعة الشخص ده. بتوقع لي جهاز المناعة صح اقولي الله الكورتزون. مفروض بيوقع لي جهاز المناعة. معدة النيتروفيلي. تاني. الاستيرويد لو ترجح كدا. او مش مديول البلد. مين? مديول كان عندنا الكورتزون بالوظائف بتاعته بيقولي ان هو بيوقع لي جهاز المناعة كله. معادة النيتروفيلي. بقادتها معاه عالية. تاني. الجزء ده اخرج منه ايه? او دي دي ان في الانفيكشن ان بيحصل نتروفيليا في حالة في حالة في حالات في حالة في حالات مريض بياخد برضو في حالة ميوكيميا ما قلت لك حالات ميوكيميا يعني يعني خلايا الدم عالية اللي هي استنى اهي كرونيك ميولويد ليوكيميا يعني في ايه؟ لخلايا الدم البيضة الممكن ايه على فكرة بأوزو لك حاجة ان كلمة ممكن ما تكونش غير في نوع واحد من خلايا الدم البيضة تفاهم الفكرة ايه؟ يعني انا شخصت المريض ده ليوكيميا بس عرفت لسه ان هو انهو نوع ليوكيميا يعني مثلا ما ممكن تكون المونوسايت هي اللي عالية ممكن تكون الازينوفيل هي اللي عالية الزيف تسمعها البيزوفيل هي اللي عالية تفاهم الفكرة ايه؟ طب ما ممكن تكون النيتروفيل هي اللي عالية في حالتنا في السلايد بتاعتنا دي النيتروفيل هي اللي عالية فسميتها cronic myloid leukemia برضو لما اجا تكلم مثلا عن الازينوفيلي هقول ايه cronic myloid leukemia ان شاء الله تكون واضحة ايقا يبقى من الاخر اللي سلايد دي هاخلوه بيه infection and steroid and cronic myloid leukemia infection and steroid and cronic myloid leukemia وتركز اكتر على الاستيرويد لان الانفكشن كيف كيف احنا عارفين و cronic myloid leukemia هنقولها كمان شوي يبقى اما حاجة في السلايد دي الاستيرويد بيحصل معها نتروفيلي ان شاء الله يتكون واضحة زي ما قلت عاوز تعدى اللي سلايد دي عاديها واللي احنا قلناها فوق ان شاء الله يكون تمامي عادي برضو اللي سلايد دي الدكتور عاديتها برضو اللي سلايد دي الدكتور عاديتها دي حاجة اسمها Lecomoid Reaction اسمها يا شباب Lecomoid Reaction مالو بقى Lecomoid Reaction ده بصوا يا شباب Lecomoid Reaction ده ده عبارة عن reaction بيفرقني عن الليوكيميا يعني انا علشان اقول ان الشخص ده ما عنده لكيميا ولا ما عندهوش لكيميا اعمل Lecomoid Reaction ده ما هو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ممكن الشخص ده يكون عنده صح ممكن يكون عنده يكون عنده مسلا اي حاجة من ده ده كله ممكن يكون عنده حاجة اسمها اه اعتقد ان شاء الله اي حاجة من دولت يعني سواء بيزوفيليا التلات حاجات دولت يدخلوني في ان يدخلوني في ايه ليكوسايتوزيس صح ليكوسايتوزيس صح طب اليوكيميا طب اليوكيميا على فكرة بيكون معاها برضو ليكوسايتوز بيكون على الليكوسايت كبير كبير جدا انت فاهم الفكرة ايه فمن الاخر اليوكوميدر اكشن ده بيفرق لي اليوكيميا عن ان انا عندي انفكشن ولا عندي نيتروفيليا ولا ايزينوفيليا ولا بيزوفيليا اليوكوميدر اكشن ده موجود هنم؟ موجود اقول له موجود ده طبع تابع النيتروفيليا اه زينوفيليا بيزوفيليا طبع اليوكيميا تمام؟ اكسبت بقي اليوكيميا اليه سواء انتروفيليا ًel١٠٢٦٪ Brilliant! النتروفيليا تزداد في حالات الحالات ً ً نتروبينيا في حالات ٢٩٠٩ ٩ ايه يا اه يعلاقة البن يأنيميا بالنتروبينية متو أنت لو بركز كلمة البن مرو وشرق ي исп Blindowane طب يبيسيز الي هي زي ايه النيتروفيل فدخلت بالنتروبينية تفهم الفكرة ايه يبقى قلمة البن مياو المشكلة في المصنع وطالما المصنع لا يعرف يصنع أنيميا يبقى أكيد لا يعرف يصنع ويبيسيز اللي منها النيتروفيل يبقى أول شيء بأبلسطيك أنيميا ثاني شيء البون مرو برضو انفلترشان زي الليوكيميا تعرف الليوكيميا دايت؟ لا يمكن تضرب لي البون مرو نفسه وتدخلني في النيتروبيني يعني أنا كان عندي إزينوفيليا مثلا أكيوت أميلويد ليوكيميا أكيوت أميلويد ليوكيميا أميلويد ليو كيميا مثلا ؟ في الإزينوفيليا هكذا يعني الإزوفيلية هي عادتها كبير ليس ممكن تضرب لي النتروفيل ممكن تأثر على النتروفيل اللينفومة من آخر أحفظها ان بيضخني في النيتروبينيا وخلاص جميل معينا أنا LS أن الانفكشن Aurum الطبيع أخرى الطبيع غير مكونا في تورا الطبيع إلى نيطروبانيا التبي والبروسولوزيس جميل التبي والبروسولوزيس يعملوا لي ايه نيتروبينيا دراج زي ايه سيتوتوكسك كيميو السيرابي كده يعمل لي ايه بون مارو ديبريشن تاني نيتروبينيا أبلستيك أنيميا سيفيري انفكشن بون مارو فنتريشن حاجات بقى زي اكويتليوكيميا اكويتليفومة تيومرز تمام نخشي بقى علي يزينوفيل الينزينوفيل احنا عارفين عناها كان معلومة معلومة بسيطة دي بتاعتammين بتاعت البرزيز ايه المريك صح طب اه هنا في لكن مزاعد المريكيا ويتساعد في المناعة ويتساعد كمان في ال Алيرشي حلوة قوي بس كده ايه ده بتاعت ال البرزيز بتاعت البرزيج يعني ويتساعد في المناعة ويتساعد في الانفكشن ولا ايي حاجات امتى يحصل إزينوفيليا وامتى يحصل وامتى يحصل الاسم الغريب التاني ده امتى يحصل إيزينوفيلييا يعني د bowlraxych будем والحاجة على فكرة احنا منشخص البرزاتك والفاجل بالإيه زينوفيلي لما يكون فيه أليرجيك أو فيلميشن أويتومين كلام عام عادي ما فيش اي مشكلة خالص إيه زينوبينية اولا بيقولك انها ديفيكالتو دوتكت لان اصلا عدد الزينوفيل قليل جدا فانت برضو بتبقى بتبقى صعب ان انت تشخص ولكن منشخصها لما يكون فيه بون مرو هايبوبليجيا فده معناه ان طالما فيه بون مرو هايبوبليجيا يعني كل الخلايا اصلا واقع عاديها ليه بيقولك انها صعبة تدوتكت اهه الزينوفيل مفروض اصلا بتكون كام تعال نشوف هنا لقيتها 36% هو اصلا الزينوفيل مفروض تكون كام تعال كده مفروض احنا عارفين ان النتروفيل 60 كنا بنقول 60 30 ستة تلاتة واحد الزينوفيل ده رقم كام نط لت منكز ايت يبقى اصلا مفروض كام 3% وهنا لقيتها كام 36% عشان كده قلت لك احفظ الارقام اللي تسايل عليك فهي تداتة في المية هنا النورمال بتاحها 3% انما هنا لقيتها في التحليل 36% ده معناها ان فيه ايزينوفيليا ده معناها ان فيه برازيتيك انفكشن معناها ان فيه اليرجيك انفكشن اليرجيك ديسيز معناها ان فيه ايتاني سكن ديسيز أو سكن دوس أردر وهكذا البيزوفيل البيزوفيل حنا عارفين انها مسؤولة انها اسлюсة الاليرجي الثاني البيزوفيل بتاعت الالرجي لانها بتخرج لإيه بتساعد في السنسز أو في الامينو جلوبين إيه برضو بيقولك انها بتعمل بريفنشن للإيه للبلات كله تلك لانها بتحتوى الهبارين اعتقد والله يعني كنت قريط قريب ان من مصادر الهبارين البيزوفيل فعلا يعني فانا استغربت قلت ايه السورس بتاع الهبارين نكليت مكتوب جنبه ايه البيزوفيل وكده فانا استغربت يعني فهديني عرفتقوا البيزوفيل بتحتوي عليه هبارين وبالتالي انها بتشتغل كانتي كواجلنت يعني اللي هدور في الكواجلشن البيزوفيل ديسوردر برضو بيزوفيليا وايه والاسم التاني اللي هو ايه بيدل على النهاية البيزوفيليا معنا ان فيه اليرجي انفكشن الحاجات دي كلها ميولو بلورفرتيف these is او ميولو بلورفرتيف dis order ميولو ميولو ب가지 فرفيلي wearfaith يعني ايه ان ميلو سيت اا حصل في بلورفريشن يعني ما لا تزداد واصلا لما يحصل ميولو سيت بلورفريشن ان هلاقي من sparked البيزوفيل عالية هلاقي نيتروفيل عالية فده مش حاجه котором ان ايه ان فياي بيزوفيلة كوي يعني ما وكلهم عاليني أصلا مونو نيوكلار السيل اللي هي الـ مونو نيوكلار السيلل اللي هي المونو صايت والليم فست حين أتكلم عن المونو صايت عارف أنه المونو صايت تعبرة عن الـ يلبكوستيكسيل الليه الماكروفاش يعني. او بردو يعني فى الدم بنسميها في الانسجة بسميها هاا في الكدني بيبقى لها مش عارفة اسمها معين في اللانج بيبقى لها اسم مش عارفة كذا في من الاخر هي خلايا موجودة فuk ken aspiring انسجة الجسم بيبقى موجود ايه الخلايا الليلينات الحالة هي مو نائنا مينتو استيبطى بردو جزء من ال constant Männersaide من appearances جزء من اللي بالطبرة هو iskin functioning اللي هو من لاخري يciamo خلاب العمية يعني. يواس كيبيينج اللي هي بتبلع وتنظف والكلام ده كله. اه % تزداد في حالة ايه؟ اكيد برضو لان فكرة. المونوسيت مذهب ديس ارد reasons ايه يقول ان في ايه؟ و لكن في حاجة ايه فولبون مرو أبليجيا او هيبوبليجيا كموسيرا بالحاجات دي كلها تقول ان في ايه سايتوبينيا سايتوبنيسز اللي هو كله بقى بزوفيل مونوسايت كله بقى اصلا ببقى واعي عشان كده قلتها في اول كيست كانت معانا كان يسمعي بان سايتوبينيا كله واعي بعد كده نخش على اللينفوسايت طبعا اللينفوسايت على طول ايه تقول لي دي الخلاة بتاعت الفيروس بس حلوة او كده اللينفوسايت دي طبعا بنقسمها ليه تيلينفوسايت وبنقسمها البيلينفوسايت تيلينفوسايت هنخلا ايه تيلينفوسايت وايه والبيلينفوسايت والناتشورال كيلر تيلينفوسايت والبيلينفوسايت والناتشورال كيلر ده عبارة عمين اللينفوسايت برضو معلومات عامة لها جزء في الانتشورال كيلر زي الانتشورال كيلر برضو كده لها جزء في ايه في الانتشورال كيلر إن مع الناتشل الكيلر مع النات اميناتي نخش بقى الادابتب اميناتي من قسم الادابتب الهيمورال اللي بتاعت الانتباضي يبقى البي البي سيل أما السيلولر اللي يتتيه لينفوسيت حسب بها هي تي هيلبر أو التي تي سيتوتوكسيك صح؟ برضو كلام عام هستقراره اللينفوسيت دي سوردر في صيتوزيس وي بنية طب إمتى تزداد بقى اللينفوسيت تزداد في حالات الفيرل انفكشن ده أشهر حاجة أصلا يعني أول ممسك كده CBC ولا اللينفوسيت عالية يبقى على طول ده فيرال انفكشن تمام؟ اهو انفكشن منونيكليوزيس سيتوميجالي فيروس فيروس وخلاص يعني باكتيريا الانفكشن برضو بس أنهو بقى البروسيلوزيس التيفويت فيفر الحاجات دي ركز فيها الأسامي دي للبروسيلوزيوس والتيفويت فيفر والبراتيفويت ده معناها أنه فيه برضو معناها أنه فيه لما لقي اللينفوسيت عالية أشوك أنه فيه بروسيلوزيس أو برضو تايفويت فيفر أو تايفويت جميل؟ أو برضو بستي فاكسينيشن الحاجة اللي بالحاملة تتأكد على فيرال وبكتيريا لزي البروسيلوزيس والتيفويت وبستي فاكسينيشن وبرضو الأليرجيك طب اللينفوبينيا مهمة جدا جدا بحطة اللي ايه الكوفيد ماينتين واله اي في دولة اللي احنا عوزين نطلع منهم من السلايدي ما هو اي في معناها منه ده و والكيموسيربي يبقى امتى يحصل في حالات واله اي في واله اي في واله اي في ده اللي هو اي عبارة عن ايه بيشمل التلت حاجات يعني في او الكيموسيربي او والكوفيد يبقى سؤال قالت ايه ممكن سؤال هدايا يبقى في اله اي في بيحصل والكلام له لا هي جميل هذه الكيسية بسرعة 28 م Mayanna لين يبقى معنى أن هي كمان عالية. جميل? جميل. اه اند ابنورمال جميل. اه هو شخص اه لان اللينفوسايت بصت على شوف اللينفوسايت اتنين وسبعين. واصلا اللينفوسايت المفروض كان تلاتين في المية. صح? فهي فعلا عالية خالص ايه. فده معنى ايه? اقول لي بقى الاسباب بتاعت اللينفوسايتوز. اي سبب من اللينفوسايتوز قولوا. اللي هي الاسباب تعال انتشوفهم مع بعض تاني. كانت ايه الاسباب بتاعت اللينفوسايتوز اهي. اللي هي الفيرل انفكشن بكتيريا الانفكشن حاجة دي كلها. تمام? تمام جدا. برضو اللي سلايد دي عديها. نخش بقى على مين? على الليوكيميا. هانت ايه. نبقى نقدي. تمام. نخش بقى على مين على الليوكيميا. الليوكيميا ده عبارة عن سرطان الدم. اه الحمد لله في ناس بتخفة على فكرة وايزي باتيلق اشياء. تمام. ما له بقى الليوكيميا والسرطان الدم ده. ده عبارة عن ابنورمل بروليفريشن للويت بلوت سيل. ايبقى تاني. الليوكيميا ده تعريف في دكتور حسن موفي تسمي ايه? اليه? تعبارة عن ابنورمل بروليفريشن اوف الوي بي سيز. تمام? يعني انا عندي اوي بي سيز كتير. وبس ابنورمل. اه كتير الحمد لله زيل فل ماشي يا عمي حلو. بس ابنورمل. يعني الشكل مش المفروض تخرج به للدم. لا هو مش عارفة اصلا تنقسم. كتير بس مش عارفة تنقسم. تديني الشكل النهائي اللي هو مفروض تخرج به. يعني الفكرة ايه? ما ما دتنيش في الاخر متروفيل. ما دتنيش في الاخر زينوفيل وهكزا. جميل. يبقى اكيوت لكيميا. ده عبارة عن بريزينس اوف اوبر اه تونتي بيرسنت بلاست سيل. تعريق ده مهم. وجود اكتر من عشرين في المية من البلاست سيل انزا بلد. هو مفروض كان مش عارفة خمسة في المية ولا مش عارف كان بالزبط الصراحة عشان مفتيش. اه نسبة المهم من نسبة قليلة من البلاست سيل اللي هي الخلايا الاماتيور اللي البون مرو بينتجها هي البس اللي تبقى موجودة في الدم. يعني ايه? المفروض اه البون مرهود. اه ده اه البون مرهود. المفروض ايه? اه الخلايا بقى اللي هي الاستيم سيل او الميلويت سيل يعني. الخلايا السمي ايه? اللي هي الميلويت سيل. المفروض ان هي بيحصلها برويفريشن والكلام ده. وبتديني ايه? بس انا بقول لك ايه? مش مشكلة هو ايه? الجسم قال للبون مرو يعمل مش مشكلة. كم خلية من اللي هم الماتيور دولت ممكن يجول الدم عادي. اتنين تلاتة اربعة. ولكن لو الكمية بتاعتهم زادت عن عشرين في المية. ده بسميها ليو كيميا. فهمت الفكرة ايه? يبقى عبارة عن عشرين اكتر من عشرين في المية من جميل? جميل. من قسم بقى في كيميا واكيوت ليمفو بلاستيكلي كيميا. كلمة يعني ايه? يعني ان انا عندي او البيزوفيل او هم اللي اللي حصل فيهم تمام? لانه هم اللي جايين من الميلويد سيل. كلمة ميلويد ميلويد اللي هي الميلو بلاست يعني. ليمفو بلاستيكليو كيميا يعني حصل ابنورمال برورفريشان للليمفو سايت. يبقى انا عندي دعائم من الليو كيميا. آآ ميلويد وليمفويد. ميلويد يبقى ابنورمال برورفريشان لنيتروفيل او لزينوفيل او البيزوفيل او المونوسايت. اما ليمفو بلاستيك يبقى في الليمفويد سيل. تمام? ده بيقولك انه ايه? طبعا الاكيوت في الاشهر في الادلت او يعني اللي انا عرافه ان المايلويد ده في الادلت. المايلويد في الادلت. شواء بقى تبصماجقة زي. او الاسم الكبيري عام ليمفوبلاستك. مع اسم كبير برضو زيها. بسماجة زي ماпервыхبصماجقة بقى. الاكيوت ليمفوبلاستك في الأدلت. اما اليوكيميا او ايه? يبقى انا عندي حاجتين. اه لا اله الله. ميلويد ويه? الميلويد في منها اكيوت وكرونيك والليمفويد في منها اكيوت وكرونيك. ده شوية سيمتوم كامل مش ايه تلاتي لزمة برضو. بس اعاوز اقول لك برضو في الايه? في الاكيوت اليوكيميا ده? او في اليوكيميا عمتا ايه اللي بيحصل? ايه اللي بيحصل ان انا عمل ايه? يعني من الاخر عمال اخد او مش اخد اسرق الاكل بتاع باقي خلايا الدم. مش فاهم حاجة. انا عمال اسرق باقي الاكل بتاع خلايا الدم. يعني انا عمال اصنع ويب بلاتسل. واخد كل الاكل وموفره لمين? طب وبالنسبة للاربسيز. بالنسبة لأ في دها هيا بقى. عشان كده يحصل ايه? اناميا. ناقص الاربسيز. يعني الشخص ده يخش بقى في بليد اا يخش اللي في انميا. طب والبيليتليت يخش بقى في ايه? ولائي البيليتلة قليلة جدا. يبقى لما اجا بص على صورة الدم هلاقي اول البيليتليت عالية. 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 والاقي البيليتليت قليلة قليلة جدا. هي وليه? والاربسيز. تمام؟ يبقى في الايوكيميا بلاقي الاربسيز قليلة دي معلوم انا عرفها عشان الشخص ده على فكرة كده هيجيله ايه كل اعراض الانيميا الشخص ده كده مريد انيميا الشخص ده مريد عنده مشاكل في الايه في الكروتنج تندنسي تمام ده غير بال ايه المشاكل التانية بتاعت السرطان اللي عنده اللي هي الكيميا والكلام ده اللي انفكشها مفيش خالص وكده فكاد الله فعونه يعني الحمد لله زي عفايت انا اهو بيقول لك ايه احنا الوقت انا اتكلم عن بتاعت الاكيوت لكيميا بيقول لك ان انا بلاقي نور موسيتك نور موكروميك انيميا نور موسيتك نور موكروميك انيميا يعني ايه اولا الخلايا مفيش مشكلة فيها الشكل بتاعها مش موجود مفيش مشكلة ولكن العدد هو اللي قليل عدد الاربيسيز اللي بيتكون هو اللي قليل انها مفيش مشكلة مثلا ان هي كبيرة او صغيرة? لا مفيش مشكلة الحمدالله. مفيش مسكلة مسلا ان الهيموجلوبين اللي جواها قليل او كتير, برضو الحمدالله ما فيش مشكلة بالكلمة. انا عندي مشكلة في ايه? ان العدد المصنع بقى ينتج عدد قليل. وطالما المصنع بينتج عدد قليل والاربصي الشكلها زي ما هو. والهموجلوبين اللي جواها تمام. بسم الانيميا دي نرموسيتيك نرموكرومك انيميا. انا اقولت بردو كمان بلاقي بلاقي بلاد فيلم اا 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 زيل يعني ايه يسال ايه بيقول لك ان لو اصحبت عينا ايه لو اخدت بلاد فيلم من البريفرر بتاع الشخص ده يعني عين الدم كده و جيت اشوفها عملت لها فيلم بيقول لك ان انا لها هلاقي اا 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 عطيف ايه من ال الواي بيسيز يعني. طب. احنا عارفين ان في اشكال كتير من الواي بيسيز. في حاجة مش عارفة اسمها ميلو سايت مش عارفة دي. ده ممكن كله على فكرة حتات البلاست سيل دي. فعديها مش هنخسر بعض عليها. طب اللي بقول لك ان انا لو سحبت عينا من البون مارو هلاقي ايه? هلاقي. ده بون مارو اكتر من عشرين في المية بلاست سيل. اكتر من عشرين في المية بلاست سيل. ودي الحمد لله احنا التعريب بتاعنا جبناها مفوق. قلنا ده بريزنس اف اكتر من عشر عشرين في المية. من البلاستسيل. ممكن نسحب هلاقي برضو في في آآ ليسيس اف في آآ ليكوميك سيل. بص. هو عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن ترشيح للبلازمة. او ترشيح للدم. ما هو سيس اف عبارة عن دم مرشح. مش بها دو عبارة عن دم مرشح. يعني السيس اف ده عبارة عن دم كده وراح للسيس اف. لانه لو لاخدنا تكوين ال CSF دا عبارة عن البلودفصل الكاميلية ال mushrooms كذل وحاجات غريبة كده. تمام? ماذا بيحصل ؟ ان ال y p c's زادت في الدم. فراحت ايه ؟ عدت لل CSF. فبالتالي هلاقي? ypc's او ال yocomic cell موجودة برضه بال CSF. عشان كده لما سحب number puncture لقيتها. هو الطبيعي ان ال rpc's تعدي من البلد برين باريور للسيس إف لا طبعا ما ينفحش يتعدي ولكن إم تتعدي لما يحصل زيادة فيها أوفر ويتشكلها أصلا دخالها سرطانية يعني تعدي أي حاجة وبالتالي ألاقها موجودة في السيس إف تاني البون مارو فيه أكتر من 20% بلاصة سل تاني تاني ألاقية اليوكيميك سل يقولك اليوكيميك الريفيلد الايفيريك أسد LDL LDH هايبر كالسيميا بسماجهم دولت صراح ما عرفه مش. فأنا بصمع. تعالنا نرى للشخص ده بيقول لك خمسة وستين سنة. آآ مش آآ ده في ميل. ماشي. خمسة وستين سنة. عندها جميل عندها جميل جدا. آآ ايه تاني لقيت في جنجيف الهايبر بليجيا لقيت ملتيبل هيماتومس. من الاخر الحاجات دي كلها تقول لي ان في ايه? ان تقول لي ان البليتلي توقع. البليتلي توقع. جميل. بس انا هبص على بتاعتها العالية جدا مش ايه نهر ابيض. بتبقى خمسة و لاء من اربعة لحดاشر الف. تعاليها جدا 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 جدا. ايه تاني آآ بص علي مين الارباي سيز لقيتها وقعة. وتقريبا نورمل على فكرة. الارباي سيز كذا تقريبا نورمل او يعني نورمل ماشي باختلافناش البليتليت. البليتليت بيقول اللي ان البليتليت تمانية وعشرين. ايه نهر ابيض تمانية وعشرين؟ مفروض اصلا مية وخمسة الف. فالبليتليت وقع. ده معنا ايه? ده معنا ان في ريو طالما لاقيت ان النيا. واحد خلالة دم التانية واقعة يبقى على طول ليوكيميا. تمام? يبقى دا عبارة عن ايه? ليوكيميا. اكيوت ليوكيميا. ا Natural الا معنى. الكرونك ليوكيميا. بل هو الشخص Werk not isolated. او اولا كيرونك اكيد مجاتش مرة واحدة. شفتاتها لزاي كلمة عرفنهامن ايه? ان كلمة وت recon讨ع Time انما اكيوت لا ده الوقت كان زي الفل التاني يوم يعني مثلا ان كان الخميس زي الفل وبتنطط جينا السبت لانا قاعد عنده فتيج ومش قادر يتحرك والدنيا بايزة خالص ده بعدها ده اكيوت انما كرونيك معها لطول تمام الكرونيك بشخصها زي عن طريق حاجة اسمها فيلاديفيا فيلاديفيا دي كنا مش عارف خدناها في الباي ولا ولا في الاستيروش ولا مش فاكر انما كلمة فيلاديفيا دي حصل يعني ايه اتنين وعشرين تسعة الكرموسوم رقم تسعة والكرموسوم رقم اتنين وعشرين حصل ان شوية معلومات من هنا راحوا هنا شوية جينات من الكرموسوم رقم تسعة راحوا للكرموسوم رقم اتنين وعشرين وشوية جينات من هنا راحوا هنا بس دي من سميها يبقى يعني الكرونيك ما يليد له كيميا بشخصها بحاجة اسمها فيلاديفيا فيلاديفيا بسا حصل ترانسولوكيشيا ما بين الكرموسوم اتنين وعشرين تسعة فلاديفيا 229 لأنه حصل ترانس لوكيشن يبقى ثاني فلاديفيا حصل بسبب ترانس لوكيشن ما بين كرموسيومين 229 عدي اللابراتي الفايندينج نفس الكلام هو هلاقي النورموسيك نوربو كروميك أنيميا البليتلت يعني مش محددة ممكن نحن بلوقتي بنتكلم في الكرونيك ممكن ألاقي لها نورمال ألاها زادت قلت حسب حسب البون مارو عرف يتققلم فهلاقها نورمال ما عرف يتققلم هلاقها قلت زادت لو هي كمان تضربت وحصل فيها سرطان فحسب يعني انكريد السيركريوتينج بيزوفيل البيزوفيل برضو حصل ليوكيميا والليوكيميا زي ما قلتلك بيدرب كل يعني ممكن الليوكيميا دي تكون في البيزوفيل ممكن الليوكيميا دي تكون في الزينوفيل في البيزوفيل مش شرط يعني تمام فهلاس بك هل انه هي انكريز البيزوفيل وخلاص تمام مسائل الحال الكمي لينفوسيتك اليوكيميا برضو بلاحز في嘉 لندخلنا الوقتunes على المالفوسيتك احنا ندخلنا الوقت ولي مازي Vie ha احنا خلصنا ان يériّى الميلويد والأكيوت سواء أكيوت ماي لويد او لمفوستيج تكلمنا عن كورونيك مالويد انما في قول� لادى دي هنتكلم عن من حول الصور الحالف والبط串.ído حال 거비 كورونيك ليوفوسيتك اليوكيميا يتعلم معنىха انه فيه Flower فيه وبثار بي سيل بتكون اكتر البي سيل بتكون اكتر لمباسي بسأل ايه بيقول لك حصل آآ 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 سرومبو ساتوبينيا ماركت اللي فوسايتوزس England كلا مقع دي خالص اخر عنوان معنا في المحاضرة اللي هو الهيموستيزيس هيموستيزيس يعني الدم من الاخر يكون ماشي بصورة مطلقة كده اللي هو ولا بيلزق وبيمسك في العواعيات الدموية وما بيتحركش ولا اللي هو بيكون سايل خالص زي الميا تمام يبقى من تين البلد ان الفليود ستيت ويدن بلد فيسل حفاظه للدم في الوضع الطبيعي النورمال ليه جميل جدا الوضع الطبيعي النورمال ده كلام غريب دلي كت هيموستيزيس بالانس بتوين البرو كواجلاند اند انتيجول يعني من الاخر ايزين نعمل بالنسبابين الحاجات الي بتجلط الدم والحاجات الي بتمنع تجلط الدم طب احنا محتاجين نعمل الانتجريشان ما بين ايه اولا بلد فيسل اولا بلد فيسل يكون سليم عشان الدم ما يخرجش منه مسلا بلد فيسل يكون اللي انت ما بتحته تكون نعمة عشان الدم ما يحتاجش فيه ويقف تمام يبقى بلد فيسل سليم البلGülme عشان احتاجها لما اعوز اقلط الدم coagulation factor او عشان ابرده اقلط الدم انتيكو اجلنط عشان اقلل امنح تجلوت الدم فايبرونيتيك سيستيم برضو عشان اكسر الجلطة اللي اتكونت تاني انا محتاج بلد فيسل كويس محتاج بالتلت عشان يحصل على اجريجيشن والكلام ده وتكونني الجلطة لو حصل ان الوعي الدم وده ايه اتفتح ولا حاجة حصل فيه انجري ايه تاني محتاج ان انا اكون جلطة مثلا لا اواسد الوعي الدم وده برضو في حالات مثلا في ايه تاني يا ربي لاي الله حصل فيه انجري مثلا ولا حاجه برضو محتاج ان انا امنع الجلطة تيتكون مش انا لو مفيش حاجه تمنع ان الجلطة تيتكون هتتكون على طول يعني محتاج انتكواجلنت طب انا الجلطة مثلا تكونت محتاج ان انا ادوبها يبقى انا محتاج مين؟ فيبرونيوليتيك سيستم بلوت فيسل، بلتلت، بلوت كواجلشن وانتيكواجلشن وفايبرونيليتيك اه بيقول لك عواط الانجري اعتقد برضو كنا خدنا دي قبل كده بيحصل اول ما بيحصل انجري بعمل ايه? بعمل فاسكنيسترجشن عشان اقلي للدم اللي ماشي في الوعي الدمه ايه دة تمام؟ امنع اللي بيحصل وبعدين اعمل بلتلت بلت يعني بلتل بلتلت بلت ان انا مجرد بس اجمع بلتلت اجمحها اجمحها كده فدي اسمها بلتلت طب لما تلزق في بعضها كده دي اسمها بلت كلوت يبقى بلتلت بلتلت بلت المجرد اتجمعها بعد كده اللي هي والكلام ده فاسمها طب وبعدين طب انا دلوقتي انا كونت داي ماليش دعوة بقى شكلها عامل ازاي في طب هي شكلها سليم ولا مش مظبوط لأ انا انا كونت وخلاص انا كان كل هدفي ان انا وقف الدم طب خلاص الحمدلله احنا وقفنا الدم ازاي طب ايه نعمل بقى يعني ايه نصنفر بقى نصنفر القلوت اللي موجود داي يعني من نقص الجزء ايه الزيادة ده عشان بيحيس ان البلوت فيسل يبقى سليم وزي الفول كده ها انا عمل ان ايه صنفر ناها بس خلاص يبقى فاصل كونستريكشن بلوت قلوت اه بلتلت 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 وعد كده صنفر ناها تمام? البلتلت كلمتين عنا ان هو بقول لك اسمه وبعدين بتانتك من بتاع انا قلت لك ان البلتلت جاي من خلال اسمها الميجا كريوسايت بيرديوز بيقول لك انزبون مارو باي فرجمنتشن اوف السيتوب لازم بتاع الميجا كريوسايت يعني عندي خلال اسمها ميجا كريوسايت ايه السيتوب لازم بتاعها بيديني ايه بيعد يتكسر كده يتفتفت تفتفت ويديني ايه بلتلت كلامها بالمواجهة التلاتي اللازم البلتلت قلت لك ان تبقى عارف النورمال بتاعها من مية وخمسين اهم حاجة اللي هي الرقم المينوام ده اللي في تفزن بتاعيتها من سبعة لعشر تيجا بتحتاج برضو ان هي البروداكشن بتاعها بيحتاج سرون ببيوتون ايه هيرمون برضو اعتقد ان الفنكشن بتاعيتها مش محتاجين نقولها يعني اديهيجن وبعد كده بعد الاديهيجن ده تعملي اجريجيشن وبعد الاجريجيشن محتاج بقى ان انا اعمل ريليز اوف البلتلت جرانيولز الحاجات بقى اللي جواها دي عشان ايه تخلى ترسل وضع يعني مفروض ايه انا حصل انجريو فالبلتلت بتيجيت ايه تتجمع مجرد بس اللي هي تتجمع كده وبعدين يحصل اجريجيشن كلمة اديجيشن اللي هي مجرد بس يتيجي تمسك في الاين دوسيليم كده تمام وبعد كده يحصل اجريجيشن ان البلتلت دايات تمسك في اختها اللي جنبها وبعد كده تمسك في اختها اللي جنبها وكاس مجرد بس كده وبعدين تطلع الحاجات اللي جواها علشان تلزقهم في بعض. اللي هي من الاخر تكون لي بلد كلوت. اه. في الاخر تكون مين البلد كلوت. تمام? اه البلد كلوت. اللي هو موجود في الدم اللي هو ايه الطبيعي. موجود في الدم بيعملش اي حاجة. اللي هو ايه ما بيعملش اي حاجة. طب. يحول بقى الانسولابل ده بيبقى ايه حاجة خلاص زي الفول. طب لما يتحول بقى لانسولابل فايبرين لأ ده اللي ايه ده اللي يجلط بقى ده اللي ايه يكون للجلطة. يبقى هو ده اللي هو ده الصورة اللي اللي ما بتعملش حاجة. انما لما بتحول طبعا بقى ايه بالكلوتنج فاكتور بقى اللي احنا مفرد عرفينا ان شاء الله. طبعا مش فاكير اصلا. آآ بت ايه بتكون للجلطة. بقى برضو بيقولك ان انا بحتاج آآ كواجوليشان فاكتور الكالسيوم طبعا الكالسيوم ما شاء الله اعملها كل حاجات دي. في حاجة اسمها كسترينسيك وانترينسيك بصوية هنقولهم دلوقتي هوات. الجلاليشان فاكتور اللي هي الزايموجين. يعني الكالسيوم ده يعتبر زايموجين. حاجة بتساعد بتساعد او بتعمل اكتيفاشن للمسلا الفايبروجين وتحاول له الفايبرين. مسلا. انا بضرب مثلا. اه تحويل مثلا اللي هو الكولوتينج فاكتور رقم 8. من صورة اين اكتف لصورة اكتف. ما هكزا. احنا دلوقتي احنا اتكلم عن الميكانزم التا بتاع البلاد كلوتينج. حنا هناك ابطارين شويةا بع signage ليدين شعال باز شهراء بزولة اسمها كوم Ambession وفي الاخر تتكون اللون انجلطه بتاعتني يبقى عندها حاجة اسمه انترنسيك بصوي او استرنسيك بصوي بقى بعض يديني بصور الرسمة دية مش محتينها في اي حاجة طب امت اطلب التست بتاع تحليل مثلا السيولة او تحليل عمل التجلط امت اطلبها اولا لو الشخص ده عنده يعني مثلا في ببتك ألثر لو في اي حاجة أنا اشكك ان الشخص ده في بليدك عاوز اشوف اي شخص داخل عملية بطلب تحليل التحليلات دي اي شخص يعني لو انت داخل تعمل عملية في اي حاجة المهم هتعمل تحليلات عمل التقلط و تحليلات السيولة دي او واحد عنده و انا مش فاهم السبب ايه يبقى قبل العملية و انا مش فاهم هو عنده و انا مش عارف السبب بتاعي طبعا بيقولك النامبر دون تتل اذا هو الستور يعني من الاخر انا ما ينفعش ان انا اعتمد على التقرير اللي المريض جابوا لي من المعمل ما ينفعش ان انا لازم اسمع من المريض الكلام الانفالويشن لازم اسمع منه واشوف الهيستير والفامل الهيستير والدتيل والكلام ده كله ده غير اصلا ان ممكن التقاريرات والحاجات دي كلها بتبقى معظمها غلط لالاسف المعامل عندنا في مصر مش اقلب او قلب يعني وهذا حصلت معي انا شخصيا في تحليات سايرت ولالاسف تشخصت غلط لاب تست بطلب البليدينج تايم كل واحد من دولة شخص لامراض معينة يعني البرسرومبين تايم لو زاد يصبح في امراض معينة لو الـ bleeding time زاد لو هكذا يبقى bleeding ويبليتلت وبرسروم بين time وبيمش عارفت كذا الحمد لله كده خلصنا محضرة طويلة بس الحمد لله خلصت و بس الحمد لله معلوماتها برضو بسيطة فيش غير الجزء بتاع اليو كيميا ممكن تبقى تبص عليه وخلص تمام بالتوفيق يا شاباب